مرحبا بكم نورتوني وصرفتوني وألف ألف مرحبا الله يبرك فيك مغسبوكم أغنيها هي من كلمات محمد أمير ألحان محمد الفرسي توزيع بادر مخلوقي إخراج حسن الكورفتي صوير كريم العمراني فريق العمل منذ البداية ومعيا ومددعين وشباب المغرب سوف يفتخر بهم كثيرا والعالم العربي سوف يفتخر بهم كثيرا وأنا كنفتخر بهم كثيرا خدمنا هذه الأغنية من قلبنا وفيها فيب زويني نحط الأغنية في هات خواستي اللي عزيزين على قلبي من أنا وصغير فيها الشعبي الشعبي دينا فيها اللاتينو وفيها الراي صورناها في مدينة طانجة اللي عزيزي على قلبي بزاف 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 واللي كان حييي الناس طانجة بزاف على الاستقبال ديال هوم على ظروف الاشتغال وعلى الراحل اللي يعطوناك شكرا شكرا بزاف وكنتمنى شاء الله تنالع إعجابكم هادلا شانسة الأول هو في صراحة من ويتش أني يكون هاد الشي كامل من كذبش عليك يعني أنا حطيت اللقطة في المتيني بحال تيزر بحال تيزر ديال الأغنية يعني هي اللقطة من الكليب كينا كي ما شفتوه في الكليب لكن ردت الفعل ديال الجمهور كانت يعني صدماتني ما نكذبش عليك تا واحد ما شكوا له واحد في المياه باللي يقدر يكون كليب يعني واحد القيلة واحد ولا جوش في المياه اللي قالوا يمكن يكون كليب كيف تعملت تعملت أنا نديرها في صراحة حيث كون ما درتش هادك القلب كانوا غدا يعرفوه كليب من الأول فأيان تيطاكسو مخكتين قدرنا ممشتش القراية في الو أفواله الطريفة من طرائف صراحة اللقطة اللي صورنا فيها البروبوزل يعني اللقطة فينا أعطيتها الخاتم كنا بغي نصورها في الكوشي تصولها يعني في الغروب ديال الشمش وصيحة سن تعطل علينا هو السيكاري مبقينا كانت سندهو مربقيت كان صعوب الوريدات وكان عدت المسائل ومشيت كان كتب ماري ميب بالدية كان نحفر فيها في الربلاء والناس كيشوفوا ذاك المنظر كنا في واحد المنطقة سميتها كهف الحمام أصيلة كان حية بزاف نازل أصيلة والناس ما فهموش كيف هاشتش هذا الديكور هذا كي ديرت خين هذا لا احنا صراحة المنطقة ما عمراش بزاف بالناس لكن وقعنا كانت سندهو كانت سندهو ولكن ربحنا ذاك اللقطة جاء حسان وصورناها وطلعت زوينا بزاف وكان حية حسن القرفتي على المجهودات الكبيرة اللي كيدير معايا وعلى التعب ديالو كان حية جميع فريق العمل صراحة ماتوا معايا في هذه الأوينة الأخيرة شكرا بزاف دراري الله هات الساعة مازال هات الساعة بقي كانت منها كانت منها من هاد المينبار يتفكرون اشي شوية واندوز صاف ما زال ما قدرت حتى شي فستيفان بصراحة هي هدي يمكن حيث أنا ما عرفش السبب لماذا ما زال ما طلعتش عن ستيج هاد العام بعدها كان دير حفلات بزاف الحمدلله لكن كان دير حفلة خاصة كان دير برايفيت ايفنتس وكن ما زال بتاعش الفرصة كانت مننا بتاع الفرصة قريبا من هاد المينبار واتفكرون اشي شوية كان ما غير نقوله ألف ألف مبروك سعد الله يكمل عليه بالخير والله يسعدوه والله يفرحو في حياتوه إنسان غالي غالي بزاف على قبيل شكرا بزاف على الحضور ديلكم معنا وشكرا الجمهور المغربي وكنتمنى إن شاء الله الأغنية تكون عجبتكم وإن شاء الله يحلى إن شاء الله